انا كنت هنا في يناير الحمد لله وكنت هنا في اكتوبر كنت هنا في ابريل السنة اللي فاتت واحنا جئين من بغداد امس ان شاء الله نروح للمكان تاني بكرة او بعد بكرة الفساد 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 مفيش دولة في العالم اللي وفيها فساد بيكون حجم الفساد على حجم قوة الدولة ومؤسستها والمجتمع المدني عشان ما نتحكش على بعض مفيش دولة في العالم كل اللي فيها ملايكة وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه الرب رسول الله عنه خير خير خطأونا التوابون مش كده برضك وإذا يعني لم تخطئوا وإذا لم تذنبوا وإذا لم تذنبوا إيه لا يتايتم بإيناس فيما مع الحديث يخطؤونا ويذنبونا ويتوبونا الله سبحانه وتعالى ما فيش دولة الفساد هو إن انت تنتهك مبدأ النزاهة ضد النزاهة على طول صح؟ مشكلة دولة خرجة من عصر صراع مسلح وعصر أنظمة قديمة متكلسة صعبة فيها دول عميقة كثيرة جدا 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 إنك تخرج وعايز من أول يوم يبقى العملية إيه؟ الدنيا ربيع والجوه بديع والعملية فلالة إلى آخر مش هيحصل مش هيحصل واللي يعجي يغني بسقف توقعات مرتفع ده مش عايش في واقع المجتمع فساد لي أنواع كثيرة جدا في العقود في فساد في الطعام في فساد في السياسة في العمل في الإدارة في الأخلاق لا تلبين في فساد في التخريب خرب المجتمع يعني أنا فاكر بعد ما سقط في بغداد من 14 سنة أو 13 سنة أو 15 سنة يعني تسرحوا كل الموظفين في دوائر الدولة فساقت كل الوزرات ما فيش أسوأ من كده إنسان يعمل المحتل لأي بلد في العالم إنه يعمل كده فكأننا بدأنا من الصفر كان كل الموظفين اللي كانوا موجدين في الدوائر الحكومية هنا كانوا شعورتين أبدا ولا كانوا كلهم بينتموا فكريا إلى فصيل واحد لكن في الناس عايزة تعيش لكن دائما فساد التخريب فساد الضوء العام التشويه أنا بتشوه سمعتك وبتشوه سمعتك الوضوء فساد الحال الأمر إلى آخر إلى آخر يبقى الفساد ده عندنا في المجتمع المدني في فساد في أي شركات في فساد لابد نحجمه لابد نحجمه ولابد نحاربه في العمل الإنساني قد يكون في فساد مما ظهر الفساد دي بقى الرشوة المحسوبية المحباة نهب المال والابتزاز معايا كل واحد عايز عين قريبه خلته عمته وجدته وابن جدتي وابن حارتي إلى آخر كلام ما ينفعش في العمل العام يا أخوانا المال مش مالك ولا عائلتك ولا مال حزبك ولا مال جماعتك على الآخر كنا نقول بمتالي الصراحة المال مال المجتمع أنت من حقك أن تدير المشروع من أحقك أن تدير المسجد لكن انظر لمن يتبرع للمسجد في الحارة هتلاقي 80 أو 90% منهم ليسوا من حزبك أو من جماعتك لا تسجد انظر لمن يصلي في المسجد هتلاقي أغلبهم من عامة الناس فلما ننظر لأي عمل مجتمعي هو ملك المواطن في الدولة والوطن بالدرجة الأولى يحصل الفساد لما يحصل فيه استئثار وإقصاء مهما تذرعنا بالأحاديث والآيات إلى آخرة فده جزء أساس يحصل الفساد لما يكون فيه زي ما تقول استفادة مباشرة هكون أنا صاحب شركة وعمل لي جمعية وكل العقود بمشيه عن صحابه وشركته مرفوض بلعكس أنا حافتي دلوقتي من حق أن أنا حافتي فاتوة شرعية لا إشنا من حقي صح؟ لأن أنا مش شيخ فاتوة مجتمعية من حقي مجرم 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 إنساني من استفادة لشركته أو لنفسه من جمعية خيرية ده رأيانا الشخص ممكن رأيي نحطه في الزبالة صح؟ ما فيش مشكلة أنا معانيش مشكلة كلام أنا بقوله مش قرآن لأن في ميلاد المجتمعات بيأتي مجموعة من انتهازيين تحت اسم الإنسانية تحت اسم الشعارات الرنانة ويبدأوا ها ينمقوا ويزواء ياما عدت على رأس دي دقت على رأس دي تبور طبلة كبيرة وعصايا وكذا وياما شوفنا وياما سمعنا وياما كلمنا فالذي حقيقة كيف يتقدم علينا ما نعتقد أنهم ليسوا على الملة لكنهم أضطروا قواعد العدالة اللي أجابها أرسالها الله سبحانه وتعالى في الإسلام وحققها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعد والخلفاء الرشيل ثم 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 وبعد نحن بقى نسلنا ثم وعملنا نتكلم عن إيه نحن الأمة ما ينفعش لشان كده مش قادرين نبني مجتمع مش قادرين نبني مجتمع معنا فالفساد لي أشكال كتيرة جدا احنا بس نبصوا للفساد على أن واسلا واحد اختلب واحدة في جمعية يا لهوي صوتنا لا ده الفساد هنا هو رسول الله سلم هو صغير طفل مش ولد شافوا أن هم بي جاء واحد القصة بتقول إيه ملائكة يعني جاء في صورة يعني شخص عشان يسلع منه إيه المغرسة وداء المغرسة وداء لبئرة أو نقطة الفساد داخل النفس مصدر أو مصدر سوري أجزاكم الله أخير مصدر الفساد فشلوها منه ده مستثنى لكن أنا شخصيا بتكلم عن نفسي مصدر الفساد موجود في بقوا غالبوا وتغلب عليه وساعات بيغلبني كأي بشر لأن لأنا ملك ولأنا نبي ولأنا رسول ولأنا ولأنا ولأنتم كذلك صح أو الغلط لكن احنا شفنا إن حتى الرسول إن دي صفة الخلق في المخلوق لوصراع ما بين الشر والخير ده موجود فلذلك وإحنا بنبني مجتمع جديد لابد أن نكون حازمين مع أنفسنا وإننا لن يبنى المجتمع وسننقسم 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 وهنرجع نحبط ونحبط ونحبط أنا واضح ولا مش واضح سعب أقول كلام دا متقيل ووحش مش كده طارق شوف طارق كان راجل محترم ازاي يعني بيتكلم ورفع روحكم معنوية أنا جيت بهدلت الدنيا خلاص لأن بناء المجتمع بيبنى على الثقة والشفافية والشراكة المجتمعية والمحاسبة والمسؤولية أنا بحاسب نفسي قبل المجتمع ما يحاسبني زي ما سيدنا عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا اليوم العرض الأكبر فكان بيحاسب نفسه وحط القاعدة الذهبية لن ي كفانا واحد من آل الخطاب صح؟ فرفض أن ابنه يكون خليفة ورفض أي ما فيش وراثة يعني معناها ما فيش استفادة كفافا فازاي احنا عندنا أمثلة حية ونطبق أمثلة لنا فيها شيء آخر وندعي بيها الإسلام أننا إيه؟ نطبق الإسلام ونجيب من الآيات والأحاديث ما نلويه ونلوي عنقه فلذلك الفاسد الإنساني يرتكب جريمة ضد الإنسانية ليس فيه جرائم حرب فيه جرائم ضد الإنسانية لماذا؟ لأن هذا الفاسد أو هذه الفاسدة في كل هذه المجالات تحرم المجتمع من خير المجتمع ويستأثر أو تستأثر بها لمجموعة معينة وده خطر 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 يفتت المجتمعات ويفتت شمل حتى شمل الأسر إذا إحنا الأب جي حابة لبنت عن ولد تتفكر أسرة ولد عن ولد بتتفكر أسرة أبعد ولد من المرس بتتفكر أسرة فشوف قدية من الأسرة اللي هي أهم مؤسسة مجتمع مدني في الوطن إلى مؤسسات المجتمع مدني متكلم عنها دي المقدمة وسط المقدمة نخش ألا يا فادي بقى على إيه على الباقي إيه ده هذا بشغل وانا حعرف بشغل عمل كده تفكير الاستراتيجي تفكير الاستراتيجي دي بعض أركان السلوك الترباوي للمجتمع أنا مش عادي أستوى لأيكم في الكلام إن أنا بأتكلم كتير والكلام بيداي الناس بعكس طيب هتعشينا فين النهاردة دي كلها أشياء لابد أن نجدها في أنفسنا إذا كنا نريد أن نصبح زي ما طالعا كان بيتكلم على الخمس خصائب بتاعتقائد المجتمعي خمسة دي جزء منها وعليها تركيز الوقت جينا الساعة واحدة تبقى الساعة واحدة ساعة اثنين تبقى الالتزام أنا عندي شيء ملتزم بيه إن أنا أعمله ما أعملوش ليه المصارحة شو المصارحة دي مهمة جدا إزاي الشفافية نخبي على بعض ليه التعاون بتتكلموا عن اللقم الشركات التنسيق التنسيق يبدأ وبعن التعاون يبدأ معاه التعاون المشاركة التجميع وليس الاحتواء التفعيل الاستبار إلى آخره إلى آخره رؤية كم يتكلم عنها طارق إلى آخره كل هذه الأشياء تكون فيك أنت أو أنت ققائد مجتمعي لابد أنها تكون موجودة عشان نستطيع أقوب بها المجتمع لأن الذي يقود المجتمع هو يقود المجموعة التي تتكون منها المجتمع من الفصائل المختلفة والأعراق المختلفة والثقافات المختلفة والأجناس المختلفة واللغات المختلفة فلابد أن يكون له أو لها دراية المجتمعية والمعرفة المجتمعية بكل هذه المكونات دي حاجات كثيرة جديدة لك تتأه يعني ممكن نسيب لك البرزنتيشن مع فادي فادي يديها العلي علي يديها المحمودي وإزاي عالوك كلها إيه والله إيه والله إيه والله العشاء إيه العشاء إيه تاني تاني يعني تاني حاجة ما كلمهاش قبل كده دليمية مع فيه إيه دليمية دي معرفهاش يبقى دليمية باتشا باتشا ده ممكن المنصف المنصف لا المنصف جزاكم الله خير شوف كل الحاجات دي أنا مش هخش فيها كتير جدا إن القائد دائما البعد في الاستراتيجية إنك تعمل الشيء للنسبة الشايفاء تجد الفجوات في المجتمع وتبحث عنها وتبني فيها الانتزام تخطط المستقبل زي ما طريق قال تشتغل في الشيء اللي العامة مش عارفين يشتغلوا فيه يكون لك احتيات استراتيجي تنقش أهل اختصاص ما فيش حد ساعي من النوم كده ويقولك يلا لا جزاكم الله خير نهيتك الكويسة ليك انت لكن عمل المجتمع لابد أن تنسيش فيه واسأله أهل ايه الذكر أهل الذكر بس مش في الدين في كل شيء أنا دائماً بضرب المثل ده أنا مراتي حاملة في تسعة تشهر هجيب نجاري يولدها ايه رأيك بشكوش كده وديله ويضرب عربطناها عشان يخرج العين ينفع الأخوات موجودة هنا نجيب نجاري يولدك ما ينفعش التواصل مع كل الناس حتى ما انتعتقد انهم أعدائك ويدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولا يلقاها ولا يلقاها لذو حظ عظيم ما الصبر المعلومة نحترمها انتو كلكو خمسة وتلاتين واحد في الغرفة صح؟ اقسم بالله ان عندكم معلومات كنوز اقسم بالله انا بقى اقسم بالله قسم وانا صادق فيه وعندي يقين عندكم معلومات كنوز لكن قد يكون احنا مش قادرين ايه نقدر قيمة هذه المعلومة لأسف عدم التقدير مركونا عدم التقدير مركونا فإما ان انت بتستطيع تقديرها او تجيب حد يشوف المعلومات دي وساعدك فيها اقبلك الذاكرة والتاريخ لازم تعلم منه علشان تعلم من اخطاءه ونتعلم من انجازاته في نفس الوقت التقاليات التغيير العرف والقيم والتقاليد الفكرة اللي عندك وربنا اديها لك دي مش ملكك مش ملكك اقولها تاني مش ملكك دي ملك المجتمع وملك الوطن وملك كل مواطن في الوطن اذا تصدرت للمجتمع فتعلم انك خادما لكل من في المجتمع اذا تصدرت للوطن فتعلم او تعلمي انك خادما لكل مواطن في الوطن فكل افكارك تملك للشارع لكي يستطيع الشارع ان يحولها الى يحولها الى ايه يحولها الى مشاريع وثقافات وافكار الى اخره الى اخره الى اخره وكذا ها تنشأ النهضات وكذا تبنى الحضارات ها فلذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم قالني لفكرة الاسلام دي انا وقريش كان تشهر وراح اسيا وراح اوروبا وراح امريكا وراح افريقيا مش هو كان قرشي من بني هاشم لا الاسلام في بني هاشم بس ما ينفعش العالمين رحمة فبفكرتك انت قد تكون الفكرة التي تنشئ حضارة ليه يتمتع فيها بس اهل العراق بل يتمتع فيها العالم اجمع اه قلنا ايه طيب المارة اذكر لنا عنها الصبحية والحمد لله فيه النهاردة هالي 25% من جدود من النساء اه وفي بعض الشباب موجودين سيكملوا حوالي 10% وده شيء جيد يمكن كان في بغداد حوالي 60% كانوا نساء وحوالي يمكن 30% كانوا ايه من الشباب والشباب كذلك انا عندي 60-70 سنة هكمل لقيمت لـ 140 ممكن يعيش كمان 70 سنة او عيش 80 سنة هعمل ايه صعب اوي ها لانا سيدنا نوح ولا سيدنا اي حاجة تانية اللي عاش يدعو 950 سنة لان اللي ايه الزمن غير الزمن والقدرة غير القدرة والقوة غير القوة والشخص غير الشخص ان شاء الله يكون في وقت سيدنا مقنوح كانوا بيعيشوا 1000 سنة كانوا شباب لكن انا هنا رعب بيخش في الخمسين ايه واللموت بتاعته بالدخمس والدخم بيطلع من افاة مش كده برضك ومنودانه ومنخيره كأنه ماسك شيشا في ايده ايه ارجولة ولا اسمها سمها ايه نرجيلة هي اسمها نارجيلة اصلاة النبي عليك وبتاعة النار انت خبرة انا طبعا ما فيش دعا خلكوا على الحشيش في الافيون بقى تكون انت اول عاملين واخر مستفيدين كذلك قدوة الاخرين ما تضيعش الوقت والجهد والتقات ما تضيعش معلومة دائما التواصل مع الناس ويتستأثر برأيك ودي خطيرة جدا الاخرنية دي لا تستأثر برأيك وده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب ده ما بنقول القصة صلح مقحف مغبن في غبن شريك جدا ومع ذلك كان يرى من الرؤية اللي كان بتكلم معناها طارق من قبل ساعة وساعتين يرى ان في الصلح استراتيجية مهمة جدا 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 لان وقت السلام الاسلام دين العقل ودين اللي هو اللوجيك المنطق لن يستطيع ان يتفهم احد وهو يحمل سلاح وده اللي حصل في صلح دابية وحصل بعد كده الحق طبعا العدل معاجلة المؤد ومشاكل في مهدها اختيار شوفوا دي خطيرة جزا استهجروا يا أبي ان خالي ما استجاد خالي الأمين اهل الخبرة والمعرفة مش اهل الحارة اهل الضيعة واهل الخالة واهل العامة صح ولا غلط دمي تقيل انا شوية كده وانت بتسأل الناس تديني صلاحية ما ينفعش اوظف واحد وقوله انت مسؤول عن مؤسسة ولا سلب الصلاحيات منه يبقى رئيس مجلس ده قاعد عد رأسه كده او رئيس مجلس قاعد عد رأسه لا ما تعملش يعمل العلمزاج انا طب ما انا مش حنجح ادتني وظيفة ادتني مسؤولية اديني وصف وظيفة وحسبني كل شهر او شهرين عن اداء ما عجبكش ادائي بعد سنة بعد سنتين اقول لي مع السلامة لكن ما تنطش على رأسه لان انت رئيس مجلس ده عن رئيس مجلس ده توظف هي الف مرة ففي موظفين عندهم كفاءات عالية هم يقودوا الجمعيات خلاص في تخصصات معينة وانا كرئيس مجلس ده احميهم وقولهم احنا عايزين ان ننتقل زي ما يطالك كان بتكلفة استراتيجية انك تحقق شيء للمستقبل يلا يا شخص احققوا انت ونتقبل مع بعض كل مدة نراجع الخطة اللي احنا حطناها مع بعض لكن ادي اسأل من غير صلاحية ما ينفعش فيش فيش مسألة من غير صلاحية خلاص كتير ده انا حسابه لكم على هم ما تعجلش ثمرة مهمة جدا فيش حاجة هتطلع بدري عن وقتها كنت دعم التفكه من نحظة تعلم درس نبوية الى اخر تعجل الثمرة ده واضح جدا في حياتنا اليومية وانا يمكن قلت المسأل ده في بغداد في مرأة بتولد طفل كامل بعد شهرين من الحمل خلي النساء هم اللي يقولوا وانت لح تولد عجبتك قوي يعني طبعا لا فيه تفل بيتخرج من جمعه عنده خمس سنين شفت بقى فيه بذرة بتبقى بلحة بعد ما تتحط في الارض على طول ربنا اتنال الحاجات دي كلها عشان نعرف مين فيه تدرج في الحياة فيه الموه طبيعي في الحياة فما تقطفش الثمرة قبل ان تنضب هيروح المحصول كله طيب اه اطول انا اه من رؤيتنا استجراء المجتمع المبادئ بتاعتنا الايمان الايمان بايه من اهم المبادئ اه في الرؤية الايمان الايمان بكل الاثناشر دول وغيرهم ده مش قرآن مجرد شخص زيكم بالزبط واقل منكم حتى ان اقضي كده الايمان بهذا ايمان بالنال ممكن اعمل اكون جزء من الحل او اجد الحل ها ممكن الايمان بالبحث الايمان بالاستشارة الايمان بالحوار المفتوح الايمان بالاسترار وأن هناك حل أن هناك مشكلة يعني تعرف مشكلتنا إيه أنه حنبقوا نحن معناش مشكلة دي مشكلتنا أنا عندي مشكلة حقوقنا عندي مشكلة إيه مشكلة إذا كان ربنا سبحانه وتقال لو أنت أذنبتوا أو ما أذنبتوش حيجيب ناس يذنبوا ويطلبوا الاستغفار وأخفر لهم أنا إذا كان اللي خلقني وخلقك قال كده أنا أقول ما عنديش مشكلة ليه لما يعني فيه مشكلة عدم اليأس المراجعة والمرجعية اللي كان بيتكلم عنها طالح وما الحقش يتكلم عنها كتير لكن مهم أن يتكلم فيها الاستفادة من تقالب الآخرين مش لأنهم غير مسلمين أو على غير المذهب ما ينفعونيش لا الحكمة ضلت المؤمن أنا واجده هو حق الناس بها خلاص والقول المأسور طلب العلم ولوفين في الصين واللي بعد الصين وما في حتة بعد الصين حنروحها السفر والتنقل التجارب الآخرين لمفتاح المعرفة إلى آخرة ده بقى الكلام احنا منتكلم عن دي كانت مرة أنا كنت قاعد الساعة كانت بلوقتي يا فادي عشان او احنا قربنا دي اكتبوها دي مهمة جدا 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 اللي هي برينج أليست بالانجليزي وبالعربي اللي هي حنديها لكم الله كلها على الفيميل في عشر نقط في تلاتين نقطة في تلاتين نقطة عشان نعمل استراتيجية اول نقطة كل نقطة فيهم بتتكون من تلات نقطة اللي هي بالانجليزي مكتوبة ازاي النظرة العلوية زي نظرة الطائر اللي بيحوم من السماء شايفينه النصر هو بيحوم ليه لأن بيحدد المجال اللي حيه زي ما كان طارق بيكلم عن الملعب اللي حيه نعف فيه يشوف فار يشوف عرسة يشوف أرنب يشوف أي حاجة ويروح ايه ينزع ده اللي هي اللي هي بيردز آي فيو اه ده فوق ده كل عشان ايه منحل استراتيجي مش واحد كده فوركيشة هاديك فانكوش تاني ما احنا كلمنا عن فانكوش قبل كده لا رؤية الاستراتيجية فيها نقاط تحطها عشان تحدد منها خريطة الرؤية بتاعتك واخبر حضرتك النظرة علوية الشاملة بناء الجسور لازم ابن الجسور من الحوالية ها خلص انا بس خلص لازم ابن الجسور اتعلم من ابن الجسور لنت تتحدي ليا المعرفة الأسئلة basic knowledge ازاي انا هحط استراتيجية وانا ما عنديش فكرة عن المؤسسة بتعمل ايه او برامجها ايه ال knowledge عمتا يعني نمرة اتنين هشوف الايه الموارد اللي عندي resources هشوف الموارد اللي عندي اي موارد موارد بشرية موارد مادية موارد ثقافية اي شيء موجود عندي البحث احنا امة من لا يبحثه اصبحنا بعد ممكن احنا امة البحث واقرأ والعلم والتعلم والفكر والتفكر اصبحنا انا نبحث ازاي انا هحط حلول من غير بحث ازاي مش هيكون في ميزانيتي جزء البحث شيء اطلع ورقة ذات حيثية استطيع اؤثر بها على بناء المجتمع تطوير دوري ايه سوري البحث والتطوير دوري لازم يكون لي دور ان شاء الله كل زبال والله الزبال بيحترم نفسه لانه عارف ان هو زبال انا دلوقتي دوري ايه يا طارق افادي لا 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 دوري ايه مسحراتي مبسوط انا انا مسحراتي عارف انه معنديش فلوس معنديش جميعات كبيرة زي حالاتكو واندي ماشي بين الناس بطبلة اصحر الناس من نون خلاص عرفت دوري يبقى انا دوري ايه مسحراتي ها مسحراتي فيش حد يعرف اغني مسحراتي الله افتكني بقى في رمضان اه سحراتي في البلد جوان يا صلاة هتغني انت كمان طيب النقطة الثالثة الذاكرة المؤسسية لابد نحترمها حد فينا بيدون متى بدأنا وماذا عملنا الارشفة اللي داخل الجمعية ولا لا ما رجل متعلم منها مين فينا بيكتب تاريخ المؤسسة مين فينا بيكتب الدروس المستفادة من اخطأنا والانجازات اللي عملناها ما ده استراتيجية احنا فاكرين ان الناس تقدموا انا ازاي بيكتبوا 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 احنا بنكتبش ها الاسباريشن احمس الناس اللي معايا لا احبطهم ها وبعدين اللي هو الاحتواء الشمول يعني ايه ان انا لا اقسي احد من المجتمع يعمل معي من الاعلاق المختلفة والثقفات المختلفة والاديان المختلفة نمرة اربعة اللي هو ايه ماذا بعد ماذا بعد خلصت النهاردة في حاجة بكرة كان طريق بيكلم او فادي بيكلم عن اللي هو مؤتمر قمة الانساني من سهتين في سبتمبر في برلين كنا في موجودين بنتكلم على ترتيب المؤتمر ده كان في 2015 فانا ما انا قاعد في الجلسة بقولهم ايه طب وماذا بعد المؤتمر ما ينتهي تلعف انكوش ما عندهمش حاجة اللهم احنا جئين المؤتمر عشان المؤتمر وانا جئين المؤتمر عشان ما بعد المؤتمر لابد ان ننظر المؤتمر والورشة انها وسيلة لننتقل لمرحلة اخرى مش هي النهاية قد تكون البداية ماذا بعد دايما في اي شيء بنعمله نكتفي ماذا بعد لان ماذا بعد يحلق الطموح نكون احنا بنعمل للحاجة ولا نعمل للمال لو احنا اصبحنا اصحاب العمل من اجل الحاجة سيأتينا المال لان الله يطلع على نوايانا وعلى قلوبنا وعلى اهل الحاجة فيأتي المال فيما بعد نتوركينج تشبيك ابدا وهنا بالنسبة للمجتمع سيانشأ من جديد ومؤسسات حديثة الولادة فيه مرحلة الطفولة او المراهقة حاليا لابد ان تعتمل التشبيك والتنصيق فقاعدة السيف في البناء المجتمع مفيش حل تاني كلمنا في الايتام في الصباح مع مع فادي وان فيه ايتام مكررة عند كذا جمعية وفيه ايتام ما بتاخدش صح ولا غلط لان ما عناش ما بنعوش مع بعض وننسق قوائم الايتام لهو التشبيك والتنصيق طبعا نكون بنعمل من اجل الله سبحانه وتعالى اللي هي جد من بدك نعرف الجغرافية بتاعتنا نشتغل فين انت قدرتك تشتغل على مستوى حارة او شارع او حي او مدينة او محافظة او وطن او قارة او عالم صح وبعدين نعمل مع مين مع قاعدة الشعبية لان الحل فين حل ليس في روما و لندن و باريس و نيويورك و واشنطن الحل في الشارع اللي انت وقف عليه المعاناة في الشارع والحل في الشارع ما تجيبش حد ببرشوتش ينط عليك من السماء يقولك انا عندي الحل السحري فيش حل السحري يجي من السماء المجتمع يعرف مشاكله ويعرف حلوله فلابد اننا نضع ان تكون متكاملين في رويتنا مع اللي هو القواعد الشعبية في مدننا يكون عندنا تفكير بديل مش تفكير نمطي لازم اخرج من الصندوق اخرج من الصندوق ها كل ما عندنا تموع وكل ما عندنا حاجة اسمها الحد اللي هو المناصرة ولا يحدوا على طعام المسكين مين هما دول فويل المسكين اللي هما عساطين المساهون ألا تلاجي كذب بالدين هما اللي بيكذبوا بالدين اللي ما بيحدوش على طعام ايه ربنا كتبها دي من كم سنة يعني جاتك من نزلت من كم الف الف وربعمية واربعين سنة تقريبا مش كده ربنا حطها قاعدة الذي يكذب بالدين هو الذي يعامل اليتيم معاملة سيئة والذي لا يقف لمناصرة اتعام المسكين وإحنا لقاعدة مش عارفين نعمل حاجة اسمها مناصرة الفقراء والمسكين والأيتام والأرامل الى آخر الى آخر قلنا على القيادة قبل كده كان نتكلم عنها طارق لابد ان احنا نكون مؤسسة معلمة متعلمة بمعنى ايه الكبير يعلم الصغار وصغار يعلم الكبير مفيش حد فوق العلم زي ما طارق كان بيتكلم قال لك القاد لابد ايه يدور نفسه ايوه ايوه لابد يقعب مع ناس يعلموه ولابد هو كمان يتعلم ويعلم وما يستأثرش بالمعلومة دي ليه هو الوحده فقط هي ملك المجتمع وبعدين نحترم القوانين نحترم القوانين لان حاليا انها بنعيش في عصر ها اصبح اسهل حاجة على اي حد ان واحد يقولك فيه كلمة دخل في حد ما اخش هيقول منها بعد 20 سنة صح ولا غلط الاشاعة اللي هي المناصرة اشاعة الحاجة يعني مش اشاعة يعني اشاعة طبعا هنا المفروض تكون مكتوبة ان هي اشاعة الحاجة المسكين الحد ليه الحد دي كده ولا كده اللي هي حد هالكو دي بس كلمة اشاعة هنا معناها اشاعة حاجة المسكين اخر تلاتة تكون مستقل ما يكونش واحد بيطلع على القراره وقعد في البيت وانا رئيس مجلس ده ايه ما عنديش صلاحية قال ما اخذها ما انت عرف شكلها وحش ورحيتنا مش مستحميين صح معروفة اقبلك الهوية فاي شيء لابد يكونه هوية شخصيتي ايه الهوية اللي كان بكلم معنا طارق ليه في القيم والرسالة ها والمهمة الى اخره الى اخره الى اخره دي هويتك انت قل ما شئت لكن ايه عرف الناس بمن انت من خلال الهوية اللي بتفضعها التكنولوجيا اللي احترام التكنولوجيا انا ليه حاطت الخطين دول اللي هم التليفونين اللي هم عنديش فلوس فبحاوت ان انا اسجل لان فيه تكنولوجيا على اليوتيوب ولا عايزي اشترك معي على اليوتيوب اهل نصلا فادي حيديكم العنوان بتاعها مش كده يا فادي اوعى اخذ انت لوحدك ها ليه لان فيه تكنولوجيا زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه يوتيوب صح ايه شعر شعر طيب ايه شعر انت هنخليك تفقعنا بقيم بعد كده تكنولوجيا ها والمعلومات لابد نحترمها المعلومة لابد ان تحترم لان المعلومة اكثر اه يعني اغلى اغلى يعني ايه باللغة العربية الفصحة يعني اغلى اغلى اثمن من المال يعني المعلومة في جزء تكون هي قيمتها اعلى من المال اللي بيومتح لها وساعاتي احنا بندي المعاومة دي ببلاش احنا قلنا الاستقلال اللي هو يكون انا عندي روح ازاي في المؤسسة يا شباب احافظ على الروح احافظ على الروح انا شوف رسول صلى الله عليه في الحديث صحيح خير القرون قرني هو المؤسس صح ثم 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 انا عايز الثم دي ان انا اعمل مؤسسة فيها روح كل واحد فيها شباب ورجال ونساء وكهول بينطلقوا بالروح دفعية دفعية انا اصلا العرب بتاعي جاي من شبرة الروح الامن اللي لازم يكون عندي security system داخل المؤسسة في صرف المال في المحافظة على المال في المحافظة على المؤسسة الى اخر وبعدين النظمة المستدامة اللي انا عندي اللي لازم يكون عامل نظمة داخل المؤسسة نفسها فالتلاتين نقطة اللي اللي بنحطها نشوف احنا فيها مين احنا منها فين منها فين اخر واحدة الشفافية الشفافية لا مش معروفة محمد طبقهاش ها محمد طبقهاش انت بالك تنظيم الوقت عمليا مش يتلعط ليس ماجلس دار زي ما كان في القضية السورية وإلى الآن واحد يصحى من النوم كده ويجي لك ولك توزيع سلال يا ابني خراص بطلنا توزيع سلال من سنة لا توزيع سلال المنح عايز كده رئيس ماجلس دارة عايز كده الأمر في العمل المجتمعي ما ينفعش لو اتحادنا هنقولهم مش عايدين فلوسكو صعب عن نفس بس اللي قلت لهم مرة هيتعلموا بعد كده ألف مرة ان انت صاحب القرار في المشروع انت صاحب الحاجة وصاحب القرار في المشروع ما تجيب ليش مشروع ونازل عليها ببرشوت آخر واحدة أبني فريق عمل بناء أفريق العمل من السهل كيف أننا أحافظ على القوي وعلى الضعيف وأقوي الضعيف وأحسن أداء القوي وخلي القوي مجذوب لي لا تأخذه مؤسسة أخرى حتى لو كانت إمكانية ضعيفة وخلي الضعيف يقوى ليصبح قوي دي بعض النقاط اللي أنا قلت أم نحطها معاكم علشان لما نتكلم على ما قاله أخونا طارق من قبل على الاستراتيجية وجودها منها دي حاجات احنا نحطها على الطاولة وننظر في جمعياتنا احنا عايزين نبني مجتمع قوي صح؟ شيئنا مفيش حاجة ما أبينا مفيش حاجة فيك يخرج من هنا وقالنا مش حابني مجتمع لا كنا نبني مجتمع خلاص الأمر الأخير عايز يقول حظي أنا أو حظي نفسي لابد أن أتنازل على جزء كبير من حظي نفسي من أجل بناء المجتمع وده هنا التحدي الكبير اللي يرجع للنقطة اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقطة السوداء دي اللي أزيحت كانش يحظ من نفسه ولا يحظ في الدنيا لكن إحنا ما زال حظ النفس عندنا لا أنا أنا ها 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 تطلع دي ها 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 وأنت مش عارف وبيقول ها دي معناه إيهاو معناه إيهاو ولا لأ ولا بيهاوهاو ولا بتهاوهاو إلى آخر إلى آخر ما هنا الإثار بقى لي أنا بس أنا أؤثر نفسي عنك مش أؤثر عنك يعني زي ما تقولي الإثار هنا والأسف مع الشخصيات دي اللي هي بتسبب بجزء أول من الكلمة اللي هي فساد المجتمع أو فساد الجمعيات أننا بقول لا ما فيش اللعنة أنا بعد التفان يعني طريقي يروحه مش عارف إيه ما ينفعش أنا كده خلصت إذا كان عندك أي مدخلة أو أي أو أي أو أي أسئلة وأنا خادم الأمين حضرتك تربط الكلمة أول واحد أخذنا اللي وراك دكتور إبراهيم تفضل هاي استطارك هاي استكلم لو عايز ألم كفر من السوق آه طيب تفضل تفضل طيب هل في حتى عنده سأل لغات حتما تتفكر عشان وقت بيداهمنا الأخت نعتد الأولوية الأخت جاء أنا قد تحدي عطل الأولوية أي نظر للأولوية الشموالية البناء التسورة